خلينا نستعرض كيف عندي الجريد واختصارات الإيماكس باعتبار أنه وصلنا لها وقت اللي بنسمع بأدوات ساكلس فأول شي بيخطر على بالنا أنه لازم يكون في عنا خبرة بالبرمجة وبلغة سي لحتى نستخدم هاي الأدوات ممكن يخطر على بالك كمان أنه التعامل أو استخدام هاي الأدوات صعب لأنه بيتطلب عملية كومبيليشن عملية الباتشينج عملية معقدة هاي الأشياء يعني ممكن يكون في بعضها شيء صحيح والقسم الأكبر خطأ لأنه أنا ما ليبي حاجة لأي خبرة بالبرمجة لحتى أني استخدم LDWM أو LDMenu أو LST عملية الكمبيليشن هي عبارة عن سطر واحد عملية الكمبيليشن صحيح هي بتتم على مستوى السورس على مستوى المصدر بس هو ملف واحد اللي أنا عم ما ليقوم معدل عليه عملية الباتش عملية الباتشينج هي بحد ذاتها ما لها عملية صعبة ولكن تاخد وقت لأنه أول باتش رح تطبقها 99% بشكل أوتوماتيكي رح تشتغل بس متى ما طبقت أول باتش الباتشات اللي بعدها رح تكون بالأعم الأغلب مضطر أنك تعدلها بشكل يداوي هلأ أدوات الساكلس سواء كانت LDMenu اللي اليوم رح نحكي عنها LDWM ولا Simple Terminal ST ولا متصفح سيرف تشتغل فقط مع X.org أو X11 إذا عندك ويلاند فروح وشوف فيديو تاني لكن على ويلاند في عندي بدائل إلها بس الأدوات اللي رح نحملها من الساكلس.org ما بتشتغل إلا مع X.org هاي خليها ببالك والنقطة التانية أنه هاي الأدوات باستثناء LDWM ليس بالضرورة أنه استخدام هيكون محصور فقط مع الWindow Manager سواء كنت عمالك تستخدم I3 ولا DWM ولا Awesome ولا X Monad فهذا الاستخدام الأغلب العم يعني الأكتر انتشارة لهذه الأدوات بس هذا الكلام مو معناه أنه ما فيني استخدم LDMenu مع GNOME أو مع بلازما أو مع XFCE طالما إني عمالي استخدم X.org صرت عايدها أكتر من مرة لأني بتوقع أنه ممكن حد عيجي ويقلي كيف بدي استخدمها مع ويلاند ما بتشتغل مع ويلاند هلأ النقطة الثانية كيفية الحصول على هاي البرمجيات هو أمر بغاية البساطة فبمجرد أنك تروح للساكلس.org راح تلاقي على يمين الشاشة في عندي السورس بيجي للسورس وبيجي للأدات اللي بدي استخدمها لنقول أنا اليوم بدي روح مع الDMenu فببداية الصفحة راح لقي في عندي سطر الGitClone بنسخ هذا السطر هلأ خليه على الجنب لأنه في عندي نقطة لازم أني أحكيها قبل ما نبتدي عملية الـ Compile أدوات الساكلس في قلها Dependencies لازم أنها تكون مثبتة على جهازك بس على صفحة الساكلس.org ما راح يقلك شو هي البرامج الإضافية اللي أنت محتاجها لحتى تستخدمها من وين بدي جيب هاي الـ Dependencies إذا رحت للصفحة الخاصة بالحزم للتوسيع اللي عمالي استخدمها أو أي توسيع تانية مو بالضرورة تكون التوسيع اللي عمالي استخدمها فرح تقلي شو هي الـ Dependencies اللي بدي إياها للـ DMenu أو للـ DWM فعلى سبيل المثال لو إشيت للـ Packages الخاصة بـ Arch ودورت على DMenu راح شوف أنه في عندي قسم اللي هو الـ Dependencies بهذا القسم عماله اللي شو هي الأدوات أو الحزم اللي لازم أن يكون مسبتها على جهازي قبل ما أبتدي عملية الـ Compile أهم أهم ثلاث حزم أو أربع حزم بهاي الصفحة أو لحتى تشتغل أدوات الساكلس اللي هي الليب X11 طبعا لأنه نحن عماله نشتغل مع X.org سيرفر لازم يكون في عندي الليب XFT والليب Zenerama الليب فوند كونفي كمان مطلوبة بس ما لها بأهمية الحزم الثلاثة لنقول أنه أنا ما عندي Arch أنا عندي Debian على Debian لو كمانو جيت ودورت على DMenu على Packages الـ Debian راح شوف أنه أي اللي شو هي الـ Dependencies اللي لازم تكون موجودة عندي نفس الوضع راح شوف أنه عندي الـ Font Config راح تكون هي عبارة عن عدد من الملفات مثل ما حكيت بالبداية عملية الـ Configuration راح تتم ضمن الملف هذا راح يكون موحد طبعا المحتوى راح يختلف ولكن الملف موحد لكل أدوات الساكلس اللي هو الـ Config.def.h هلا لو فتحت هاد السطر أو فتحت هاد الملف راح شوف أنه بشكل default الـ DMenu وكل أدوات الساكلس ما بتعطيني أي خيارات ما بتعطيني خيارات كبيرة للتخصيص فبحالة الـ DMenu الشي الوحيد اللي موجود عندي أني ممكن غير مكان المنو إما أنها تكون فوق بأعلى الشاشة أو بأسفلها ممكن أني غير الخط حتى ما في عندي خط يدعم الـ Emojis بشكل افتراضي وممكن أني غير الألوان الشي الثاني اللي ممكن أني غيره بدل ما تطلع عندي المنو أو القائمة اللانشر اللي ما حكيته بالبداية أنه الـ DMenu هو ليس فقط ليس فقط App Launcher أو قائمة لفتح البرامج هو أكبر أكبر من هيك بكتير أنا بيستخدمه بالسكريبتات بشكل دائم بس اليوم ما رح نحكي عن عملية السكريبتينج أو كيف استخدم السكريبتات مع الـ DMenu خلينا بالبداية نتعرف كيف أو نتعلم كيف نعمل عملية الباتشينج وبعدين منشوف كيف ممكن أنه نستخدم السكريبتات فالشي اللي ممكن أني غيره أني زيد عدد الأسطر ليطلع عندي بدل ما يكون بشكل سطر مثل ما رح نشوف بعد لحظات رح يطلع عندي بشكل قائمة فهذا الشي الوحيد اللي ممكن أني أعمله بشكل Default خليني أطلع من هات الملف طيب أنا بدي أعمل عملية Compile مبدئية لنشوف شو هو الشي اللي عملنا نتعامل معه فعملية الكمبايل مثل ما حكيت هي السطر واحد رح تقول له sudo make install طيب هلأ بحالتي أنا ما طلب مني باسورد لأنني قيله أنه الميك استخدم ليها بدون الباسورد بس ممكن أنه يطلب منك باسورد هلأ أنا الدي منيو عامل لها key binding اللي هو سوبر بي لحتى افتحها بدون ما أني اضطر استخدم التيرمينال فمتل ما حكيت هاد الشي اللي حكيت عنه أنه ما في عندي غير شريط أو قائمة فيها أسماء كل الحزم اللي موجودة على الجهازي وبتحرك فيها موجودة بأعلى الشاشة طيب قبل ما أبتدي قبل ما أكمل بالفيديو بدي أحكي عن نقطة ما شفت ولا فيديو ولا شخص حكي عنها أبدا أنه بالدي منيو إذا أنت بتعرف شو هي key bindings الإي ماكس ممكن أنك تستخدمها ما شفت ولا إنسان حكي عنها بهذه الحالة هلأ أنا لحتى أتحرك على اليمين أو على اليسار رح استخدم control F والcontrol B بدل ما أني استخدم الزر اليمين والزر اليسار السهم اليمين والسهم اليسار هلأ وقت اللي بيكون في عندي قائمة list في عندي أكتر من سطر لأتحرك لفوق وتحت رح استخدم control N والcontrol P رح نشوفها بعد شوي بس يعني حبيت نوه لهذه النقطة لأني فعلا ما شفت أي إنسان حكى عنها طيب هلأ مثل ما شفنا أنه إذن أنا ما في عندي أي خيارات تخصيص لحتى خصص D-Menu وكل أدوات L-Suckless لازم أني أعمل عملية patching هلأ عملية patching هي اللي رح تاخد الوقت الأكبر ليست معقدة ولكن بتاخد وقت من وين بدي أجيب الباتشات اللي بدي أستخدمها لو رجعت لموقع L-Suckless رح أرجع ل D-Menu هلأ أنا رحت من هون ل D-Menu ومنها رح رح ل patch أو patches هلأ أنا رح أمشي مع 2 patches رح استخدم بس 2 patches بهذا الفيديو واحدة رح يتم تنفيذها بشكل أوتوماتيكي بدون أي تدخل مني والتانية رح عدلها بشكل يدوي لأنه مثل ما حكيت بالبداية بعد ما تثبت أول patch أو الثانية أو الثالثة رح تكون مضطر أنك تعمل عمليات تعديل يدوي طيب ليش هذا الكلام لأنه patch وقت اللي بتنكتب بتكون مكتوبة على أساس أنها تشتغل مع الحزمة اللي عمالك تستخدمها مع source الخام بدون أي تعديل فأنت عملت patch أول عملت patch ثانية عملت patch اللي عمالها تعمله أنها عمالها تعدل بملفات source فأجيت أنت طبقت patch تانية البatch اللي طبقتها الثالثة احتمال أنها تكون متوقعة أنه بالسطر 30 بملف dmenu dot c لازم يكون في عندي تعديل طبعا هذا ملف dmenu dot c الخام بس أنت مع الباتشات اللي ثبتتها السطر 30 تغير فبهي الحالة البatch التالت رح تفشل ولازم أنك تعديلها بشكل يدوي فأنا رح استعرض الباتش الأولى والباتش الثانية الباتش الثانية اللي رح تعلمك كيف رح تعمل عملية التعديل بشكل يدوي هل الباتش الأولى اللي رح استخدمها اللي كانت line height طبعا أنا مختارها لسبب معين بعدين بيتوضح معنا السبب اللي هي line height طيب هلأ وقت اللي جيت له رح شوف أنه في عندي ملفات dot def طب بس أنا ما بعرف شو هي نسخة d menu اللي عملت لها الكلون لأنه الصفحة بالأساس ما بت قلي طيب كيف بدي أعرف شو هي نسخة d menu اللي عندي لو رجعت لهذا الملف هلأ أنا عملت عملية ال compilation وهون بمكان ما رح يقلي هاد الكلام موجود ال version اللي هي خمسة 2 طيب لو لسه ما عملت عملية compilation وبيدي أعرف شو هي النسخة فأنا رح افتح ملف config dot mk بهذا الملف ما رح اعمل في اي تغيير هاد الملف عمال اللي شو هي ال version اللي عندي طيب هلأ أنا عرفت شو هي ال version فإذا رح ايجي ونزل الباتش الخاصة بال version اللي عندي فرح نقل له بالزر اليمين رح قل له save وهي وين بدي حطها رح أنا حفظت عملت اللي clone بالdownload the menu فرح حط بهذا المكان خليني نزل الباتش التانية وبعدين منبلش عملية الباتش التانية اللي بدي استخدمها بالفيديو اللي هي border وكمان رح نزل النسخة الخاصة بالاصدار 5 2 طيب هلا صاروا عندي 2 patches موجودين خلينا نطبق الباتش الأولى بطريقة والباتش التانية بطريقة ثانية هو الكمان الأمر نفسه بس رح يكون في اختلاف بسيط فأنا رح استخدم أمر patch وبعدين رح قل له dash i هاي الطريقة الأولى ورح يكون اسمها dmenu dash line height عملت له أوكي وشايف أنه نجحت العملية قال لي أنه عمل 3 تعديلات اللي هن 3 4 5 بغض النظر بس قال لي succeed succeed succeeded وما عطاني أي error طيب قبل ما أعمل عملية compilation من جديد لو رجعت وقلت له ls ببداية الأمر ما كان في عندي ملف اسمه conseq.h هاد بيحتوي على نفس محتويات conseq.def .h ولكن قبل ما أعمل عملية compile متى ما عملت عملية compile لازم أني أحذف config.h ويرجع هو رح ينسخ config.def .h لconfig.h فرح نقل rm ولازم استخدم dash f لأنه إذا لاحظت أنه هاد الملف config.h مملوك من قبل root فاستخدمت dash f لقل config.h هلأ رح أرجع وعمل عملية compilation فرح نقل sudo make install عمل عملية compile وما أعطاني أي error بس شو عملت عندي هاي الباتش بالأساس أنا لسه لحد الآن ما فتحت ملف .dif لأني تركه للخطوة اللي بعدها بس هلأ لو رجعت لأعمل الباتش الثانية اللي كانت border فرح نقل ه patch وهون رح استخدم الطريقة الثانية بدل ما قل dash i رح قل dash p إما بقل 1 أو space 1 فأنا رح قل dash p 1 وبعدين سهم على اليسار واسم patch اللي بدي طبقها اللي هي dmenu dash border رح قل له ok وهون رح تشوف الخطأ اللي رح يبتدي يظهر معك كل مرة بدك تعمل فيها عملية patching هلأ هون ما طلع عندي غير خطأ واحد بعد لحظات ما في غير عمليتين تغيير أما إذا كان patch اللي عمالك تطبقها فيها تغيير بأكتر من ملف وبالملف الواحد رح تعمل أكتر من تغيير رح تشوف عملية الخطوات اللي عمالها تفشل أكتر بكتير هلأ خلينا إذن مباشرة نفتح ملف dmenu dash border dot def فرح نقول له v طبعا أنا عامل الياس للvيم اللي هي dmenu dash border dot def هلأ بهذا الملف أنا الأسطر اللي ما في قبلها إشارة زائد أو نائس أو إشارة الأد هي عبارة عن comments أو هي عبارة عن المحتويات اللي ما رح تتغير الأسطر اللي بتبتدي إما بثلت إشارات نائس أو ثلت إشارات زائد هي أسماء الملفات اللي عمالها اللي عماله يتم تعديلها والأسطر اللي بتحتوي على إشارة زائد وحدة أو إشارة نائس وحدة هي الأسطر ضمن هاد الملف اللي عماله يتم تغييرها فبهي الباتش اللي أنا عمالي استعرضها في عندي ملفين اللي عماله يتم التعديل عليهم اللي هنن config.def dot h و dmenu dot c إذا نرجع لنشوف شو هو ال error اللي طلع عندي رح شوف إنه config.def dot h نشحت عملية الباتش ولكن dmenu dot c اللي هي فشلت فرح ارجع افتح هاد الملف إذن أنا بدي عدل ملف dmenu dot c أنا استخدمت الفيم لسبب محدد بس لإني بقدر إني افتح نافذة جنب هاي النافذة أو تحتها لحتى تكون عملية copy paste أو المقارنة أسهل بكتير بدك تستخدم النانو استخدمها بدك تستخدم VS code استخدمه أنا مع الفيم لإني موجود بالترمينال وهذا رح يسهل علي التعديل فهلا رح اعمل split horizontal حتى ما عدل بحجم أو بمقاص الخط فرح قل له split والملف اللي بدي افتحه اللي هو dmenu dot c هلا الملف اللي فوق اللي هو dmenu dot c واللي تحت اللي هو الباتش بحد ذاتها خلينا بهذا الملف نجي نشوف بالdmenu dot c شو هي الاشياء اللي عماله يعملها فشايف انه في عندي سطر اللي هو الاحمر وفي على يساره اشارة الناقص هاد اللي عماله يتبدل هاد الملف او هاد السطر بدي دور عليه بالdmenu dot c فرح اجي ل الملف اللي فوق ورح دور على كلمة او ممكن اني اكتب السطر بالكامل او اني اكتب السطر اللي فوق او السطر اللي تحت لحتى لاقي هاد السطر بالتحديد فانا رح اجي وهون رح دور على x create window ورح شوف انه طلعت عندي هاي النتيجة طيب هاد السطر موجود بغير مكان موجود بغير السطر 689 ولا لا لو ودورت بالن رح شوف انه هاد السطر وحيد ماله مكرر اللي عماله يصير بهذا السطر اذا ارجعت الباتش بحد ذاتها رح شوف انه الشيء الوحيد اللي تغير فيه طبعا هاد الكلام خاص بهاي الباتش ممكن بباتش تانية يكون في عندي الوضع مختلف بس بهذا السطر اللي عماله يطير انه الصفر اللي موجودة بنهاية السطر اللي هي هون موجودة عماله يتم استبدالها بالبوردر ويت فأنا في عندي اما اني اجي لهذا السطر وبدل الصفر او اني اجي وانسخ السطر الاخضر بحالتي انا اللي فيه على يساره اشارة الزائد واجي لفو واعمل له عملية لسق طبعا لازم اني احذف السطر الاساسي لاني ما عدت بحاجته ولازم اني احذف الزائد من بداية السطر هاي عملية التبديل الوحيدة اللي بدي اياها بس لو اجينا وشفنا اذا في عندي اي تغييرات تانية رح شوف انه تحت هذا السطر الاول عمل عندي خطوات تانية في عندي اشارة الزائد شايفها مرة تانية لو رجعت لفوق وشفت اذا تمت اضافة هاي الامور ولا لا هلا انا شايف انه ما ضافها فخليني ايجي اضيف هدول السطرين التانيات رح ارجع لهون انا لساني بهذا الكلام رح ايجي شايف انه عندي السطر الابيض واحد اتنين هدول ما تغيروا بس تحت هدول السطرين ورح حطهم تحت هاد السطر لانه هاد مكان هن اللي موجود بالباتش وكمان لازم اني احذف اشارة الزائد طيب رح ارجع للباتش مرة تانية ورح شوف انه في عندي سطرين تانيات طيب هدول السطرين وين مكان هن ما بعرف فانا اما رح تدور وطبعا هدول السطرين ما اللي فوق هن اللي بهي الحالة هو سطر ال يساوي arg v فرح اجي لهن ورح تدور على يساوي arg v وطبعا رح شوف انه عطاني وين كانت يساوي arg v رح قل له اوكي رح شوف انه في عندي السطر اللي فوق في عندي ال dash w هون شايف انه في عندي ال dash w فأنا بعرف انه هدول السطرين رح ضيف هن تحت هاد السطر فرح اجي لهن ورح انسخ رح انسخ هدول السطرين ورح ضيف هن تحت ال embed وطبعا رح احزف اشارات الزائد ولكن لاحظ هاي الباتش او هاي الخطوة تمت بنجاح لانه ال p w اذا شفتها هون رح شوفها موجودة تحت فما في داعي اني ارجع واعمل التغيير هاد لانه نعمل ونجاح فرح نتراجع عن هاي الخطوة ورح نحفظ هاد الملف ورح نطلع منه طيب هل انا مضطر اني ارجع واستخدم امر الباتش مرة تانية لا لاني عملت كل التغييرات اللي ضلت عندي بس لازم اني احذف ملف الconfig .h فرح نقل rm-f config .h ولازم اني اعمل compile مرة تانية فرح ارجع وقل sudo make install عطاني اي errors ما عطاني اي errors هل الدي menu لسا شغالة لو قلت له super p رح شوف انه بعدها شغالة طيب انا حكيت كيف ممكن اني اعمل عملية الباتش بس هدول الtwo patches اللي استخدمت هون شو عملوا عندي رح ارجع لملف config .dev .v فرح نقل config .dev .h وليس .v رح شوف انه الباتش الاولى اللي طبقتها اللي كانت line height ضافت عندي options جديدة لحتى اغير ارتفاع المنيو بحد ذاتها فانا رح اغير هاد الرقم رح حط رقم كبير لحتى يكون واضح والباتش التانية اللي ضفتها ضافت عندي خيار اني غير اني ضيف اطار او border حوالي المنيو بحد ذاتها بس هلا هو مبدئيا كمان شايف انه ضاف عندي هاد السطر اللي border with فانا رح حط رقم كبير رح حط رح حط اربعة على سبيل المثال رح احزف ملف config rm ورح ارجع اعمل عملية compilation مرة تانية هلا لو قلت له super p رح شوف انه المنيو صار عرضها او ارتفاعها اكبر وصار في عندي border طالع بنفس اللون ال ازرق غام الكحلي هاد border بالبداية ما كان ممكن اني استخدمه هلا في عندي هدول ال patch اشتغلوا صح ال patch التانية عملتها بشكل يدوي بس اشتغلوا وما عطوني اي مشاكل في عندي patch ات اللي موجودة على الصفحة الرئيسية بس هاي patch ات يعني المشكلة انه patch بتنكتب لاصدار لعملية كلون محددة او لاصدار معين فاذا صار في عندي تحديث من اصدار لاصدار وما تم تحديث ال patch فممكن انه هاي ال patch ما تشتغل على سبيل المثال انا ما حكيت عن transparency عن الشفافية اللي هي ال patch اللي اسمها alpha هاي ال patch اللي موجودة على الصفحة للأسف قديمة جدا وما لها شغالة في عندي patch تمت اضافتها بس يعني موجودة بال source الخاص بالموقع بس لسه ما تحدث الموقع هاي ال patch اللي هي ال alpha ما رح تشتغل وحدة تانية من ال patch اللي بعرف انه فيها خطأ وانا ما استعرضتها لسبب لانه قبل ما صور الفيديو كانت عمالها تعطيني error ووقت اللي اشي تصور الفيديو ما عادت ال bar height هاي ال bar height لو فتحتها بدون ما احفظها بملف config.dev .h انا متأكد مليون بالمئة انا بعرف انه ال user bt هاي ال variable غلط لازم يكون user bh فهاي ال patch يعني واحد من الامثلة اللي بتقلك انه لازم يكون في عندك صبر العملية ما لها صعبة متل ما حكيت بس بتاخد h بدال t لاني لو اجيت لساني بنفس الباتش واطلعت على السطر اللي موجود تحت في عندي user اللي هو dmenu.c في عندي user bh فاما لازم اني استبدل هاي ال h bt او هاي t bh لحتى تشتغل معي هاي الباتش بشكل صحيح هلا للناس اللي ضلت معي لهلأ بالفيديو خليني اول شي طب الباتش اللي عندي dmenu اللي انا بيستخدمها بشكل يومي على السريع هاي dmenu اللي انا بيستخدمها متن ما اللي شايف في عندي الوان مختلفة في عندي transparency في عندي حجم في عندي ارتفاع سطر مختلف خليني افتح للناس اللي بدها تستخدم هاي ال patch اللي انا عملتها هي بالأساس انا ما عملتها هي انا رحت جبت كل الباتش اللي بيستخدمها وحطيتها بملف واحد فهاي dmenu الconfiguration اللي عندي انا في الها شفافية في الها الارتفاع في الها ال grid اللي هي ممكن اني افتح انه المنيو بدل ما تكون سطر واحد او عمود واحد يكون في عندي اسطر واعمل يعني تطلع بشكل table او بشكل جدول في عندي امكانية اني غير حط المنيو بالمكان اللي انا بدي اياه x y و z بعطيها هاي الخيارات وبتحط لياها بالمكان اللي بدي اياه على الشاشة عندي الفازمات عندي الهايلايت عندي الهاي برياريتي عندي النومبر عندي الفول ويت يعني انا هاي الابشنز اللي انا بستخدم الناس اللي حاب تستخدم هاي الباتش كل اللي عليك انك تعمله انه هاي الباتش موجودة على ال github تبعي لو اجينا ال github اللي عندي على مستودة على github انا حاطط هاي الباتش انت بيكفي انك تنزلها وبدأ ملف تاني لتستخدمها اللي هو material ملف الconfig الخاص راح تشوف انه بهات الملف ما في عندي اي قسم انا محدد في الالوان الالوان انا حاططها بملف تاني اللي عمالي اعمله عملية استدعاء بهات السطر فانت اذا استخدمت بس الباتش لحالها بدون هاد الملف ما راح تشتغل معك فانت بيلزمك الملفين وطبعا في عندي انا مغير الخط اللي عمالي استخدمه وضايف الاموجيز لحتى يكون في عندي دعم اموجيز خلينا نستعرض كيف عندي الگريد واختصارات الاماكس باعتبار انه وصلنا لها فهلا انا عمالي اضغط بالكونترول اف بتحرك على اليمين الكونترول بي بتحرك لليسار الكونترول ان عمالي اتحرك لتحت والكونترول بي عمالي اتحرك لفوق طبعا ممكن اني انزل استخدم الاسهم هاي السهم لتحس سهم لفوق سهم يمين وسهم يسار بس انا دائما بحب انه تكون ايدي موجودة على الكيبورد وما استخدم الاسهم فلهذا السبب بيستخدم اختصارات الاماكس اختصارات الفيم بالدي مانيو ما بتشتغل لو رجعنا وفتحناها الكونترول بي لو ضغطت اتش رح يعطيني حرف الجي ما رح يتحرك ولكن لو ضغطت الكونترول اف اللي هو اختصار الاماكس هاتشغال فمثل ما حكيت الناس اللي حابة تستخدم هاي الباتش رح تنزل الباتش بحد ذاتها فهلا انا لو ضغطت عليها واجيت ومجرد اني نسخت المحتوى الكامل لو قلت له الرو واجيت وقلت له كوبي بيست وحطيتها باي اسم بشرط انه يكون بالنهاية .def تفضل انك تستخدم نفس الاسم لحتى موضية هلا بس عملت كلون جديد ل من اول وجديد يعني ما في عندي اي باتش مطبقة عليه رح انسخ الباتش اللي عندي ملف الماتيريال فرح نجي ونقل له اللي هو الالوان اللي كان ماتيريال هلا عندي هدول الملفين صاروا موجودين ضمن الريبو او ضمن المجلد فكمان رح نقل له باتش داش اي فاينل انا هاد الاسم اللي مسميه احقل له اوكي شايف انه ما عطاني اي ايرور لاني انا شاغل عليها بحيث انه ما يكون فيها اي ايرور طبعا هاد الكلام شهر بعد الان ممكن انه يتغير ما بعرف اذا صدر اصدار جديد من دي مانيو فممكن انه هاي الباتش ما تشتغل ولكن بتاريخ خمستاش اربعة هاي الباتش شغالة هلا اذا ضل عندي اني قل له سودو ميك انستول وهلا لو ارجعت بق السوبر بي رح شوف انه الباتش بعدها شغالة والدي مانيو شغال طبعا ارتفاع السطر تغير ارتفاع المانيو تغير لانه انا حاطت قيمة معينة وهي اللي اخدها بس بهذا الشكل للناس اللي ما عندها وقت انها او ما عندها الصبر انها تقوم بعملية باتش الدي مانيو ممكن